مجلس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذية لإقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستفرين عن نزع الملكية بما لا يزيد على ثلاثة أشهر وزير الخارجية سمح شكري يؤكد لنظرته الألمانية أهمية الحوار لحل الخلافات في السودان والأولوية القصوى التي توليها مصر لأمن وسلامة الشعب السوداني قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مخيم جنين وتعلن انتهاء عمليتها بالمخيم والاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرنج نشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم موسيقى موسيقى ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات خلال الاجتماع قال رئيس الوزراء أن المجلس سيعمل على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشرعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار انطلاقاً من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقطوات جدة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذبي وتشجيعي وتعزيزي لاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتزليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطع الخاصة وفي السياق نفسه أكد مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذبي للاستثمارات في مختلف القطاعات وفقاً لتوجهات الرئيس سيسي في هذا الشأن هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لشركة سكاتيك النرويجية لإقامة محطة طاقة رياح غرب سهاج باستثمارات تقدر بخمسة مليارات دولار ووفقاً للاتفاقية ستنتج محطة طاقة الرياح المقرر إنشاؤها في غرب سهاج خمسة جيجاوات من الكهرباء سنوياً ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة اثنين واربعين في المائة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام الفين وثلاثين وسوف يوفر المشروع نحو ثمانية آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية فيما يوفر نحو ثلاثمائة فرصة عمل بشكل دائم هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع عقدي الشراكة جديدين لإدارة وتشغيل فندقين بالقهرة وبمجب عقدي الشراكة تقوم مجموعة هيلتون بإدارة وتشغيل فندقين بالقهرة الأول بمنطقة أبراج مسلس مسبيرو وثاني بمنطقة سور مجرى العيون وأشهد مدبولي بقطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين بمنطقتين كانتا في الماضي عشوائيتين ومسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتح السيسي كانت له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق تلك المناطق التي تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضرية متميزة مشيرا إلى أن تجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المخططة أصبحت مثار فخر للمصريين وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية على الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة الأسطم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بسجل المستوردين بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبية اشتركوا في القناة عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعها الأول بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذية وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة بمراجعة كفة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق سدورها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع في الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن وكذا طلبوا المعلومات والبيانات والأحصائيات اللازمة بشأن جوانب العمل اللوجستية الضرورية أكد وزير الخارجية سمح شكري أهمية الحوار لحل الخلافات في السودان مشددا على الأولوية القصوى التي توليها مصر لأمن وسلامة الشعب السوداني جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية ألمانيا أنلينا بيربوك للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان كما أعرب شكري عن قلق مصر البالغ تجاه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على الحقوق الفلسطينية مؤكدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف العنف وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأكد الوزيران حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات كما أشاد بالزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذا التعاون بما يحقق مصالح البلدين وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تداعية الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولية بجانب الموقف الدولي بكاركار هذا وتواصل توافد المصريين وسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحضيين للمزيد معنا من أمام ميناء أبو سنبل مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين باسم بعد التحية ضعنا في أسورة لديك والأجواء لديك الآن عبر توافد المصريين وسودانيين عبر المعابر لديك وسهل خير بالفعل نحن هنا الآن من المعبدية أو العبارة لمجلس مدينة أبو سنبل نرصد حركة عبور الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق إلى جمهورية مصر العربية يعلم الجميع أن السودان وشعب السودان دائما في القلب المصري ومصر تهتم دائما بأشياءنا السودانية في حالات السلم وأيضا في حالات الحرب كما يحدث الآن ومصر تتعامل مع الشعب السوداني على أنه امتداد طبيعي للشعب المصري وإخوان لنا وإخوة لنا ما يوجعهم يوجعنا وما يؤلمهم يؤلمنا وفي هذا الخصوص تقوم الدولة المصرية بتوفير كافة الاحتياجات الصحية واللوجستية للوافدين من دولة السودان الشقيق عبر المعبرين البريين في جنوب البلاد في قصة الواركين وأيضا عبر الموقف البري في كاركر للقادمين من دولة السودان منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في السودان الشقيق عبر هذه المنافذ البرية في الحدود بين مصر والسودان عبر أكثر من 250 ألفا من الوافدين سواء من الشعب السوداني أو من جنسيات أخرى وطبعا معظمهم من الشعب السوداني وتتراوح الجنسيات الأخرى لنحو 25 جنسية عبرت إلى مصر منذ اندلاع الأزمة في السودان المعبرين الحدوديين يعملان بشكل دائم على مدار الساعة على مدار اليوم طول أيام الإسبوع وأيضا في العطلات وبلا توقف لاستقبال أي وفد في أي وقت وقد أقامت الجهات المعنية في الدولة المصرية خصوصا ما يتعلق بوزارة الخارجية المصرية بتكفيف تواجد الموظفين الميدانيين وذلك لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية لمن يدخل الأراضي المصرية من السودانيين واستخراج التأشيرة الإلكترونية لمن يدخل منهم إلى مصر نعم باسم أبو العنين من أمام ميناء أبو سنبل كنت معنا شكرا جزيلا لك تواصل الشركة الوطنية لطيران تسير جسرها الجوي من الأراضي المقدسة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وأعلنت الشركة أنها ستسير اليوم ثمانية عشرة رحلة جوية موضحة أن الرحلات ستكون بواقع إحدى عشرة رحلة من مدينة جدة وسبع رحلات من المدينة المنورة رفعت العيادات الطبية للبعثة المصرية بالمدينة المنورة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال جوفر رحمن من الحجاج المصريين بعد أداء المناسك ووصولهم للمدينة وذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف وقد استقبلت عيادات البعثة 23.175 حاجة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم كما يوجد بالمستشفيات السعودية حوالي 56 حالة مرضية بينهم 18 بالعناية المركزة بعد أداء ديوف الرحمن من الحجاج المصريين أداء المناسك تم تفويجهم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسط أجوان روحانية عالية انتابت الحجاج المصريين كافة عيادات البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة رفعت درجة الاستعداد القصوى والتي تصل إلى 6 عيادات لتوفير الخدمات العلاجية والدوائية لهم على مدار الساعة في 6 عيادات في المدينة المنورة تابعين لشعبة المدينة المنورة في البعثة الطبية المصرية من بعد طبعا عودة الحجاج من المناسك حصل زيادة كبيرة في الأعداد الحجاج بترددوا على العيادات عندنا يعني أغلب تقريبا الحاجات اللي بيشتكوا منها بتكون إجهاد عضلي غالبا وبعض نزلات البرد وأدوار البرد البسيطة بيتم التعامل معاها في العيادات من خلال زملاء الأطباء في العيادات اللي بتشتغل 24 ساعة يوميا على مدار اليوم عيادتين على التوازي في كل فندق في بعض الحالات البسيطة أو الأعداد الأوليلة جدا اللي تم حالتها للمستشفيات بالتنسيق طبعا مع وزارة الصحة السعودية الموجود بنا تنسيق دائم وغرفة عمليات على مدار الساعة هو أجمال حالات الطوارئ حتى الآن حوالي 94 حالة 95 حالة النهاردة وفي 30 حالة احتاجوا لحجز الحمد لله كله يعني معظمهم خرجوا فضل حالتين بس اللي مازالوا منومين كما تم عمل ندوات توعوية وتطقفية من قبل فرق الطب الوقائي للحجاج المصريين بأماكن إقامتهم في كيفية الوقاية من الأمراض الموادية والوقاية من نزلات البرد بتوفير بيئة صحية آمنة بمقر إقامتهم أدوات بتاعتنا كانت بتتركز أكتر على التوعية والهيلس كير أورنس أو رفع الوعي الصحي لدى الحجاج تجاه حاجات كتير قوي زي الهايجين غسيل الأيد باستمرار مكافحة العدوى باستمرار اتقاء ضربات الشمس خاصة ضراجة الحرارة هنا عالية جدا شرب المياه بشكل مكسف التوعية كمان لأماكن تواجد العادة الطبية المصرية في المدينة واتقاء ضربات الشمس ويقل الجهاد الحراري بجانب دورنا الأساسي كمان في متابعة الحالات الفردية لو في أي حالات محتاجة مننا أي دعم دوف الرحمن من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم من قبل البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة على مدار الساعة وعملة يعني ما فيش بعد كده من الدكاترة البعثة الطبية معنا على طول طول اليوم هنا أو في مكة الضغطي بس كان بيلغبط شوية مرة عالي مرة ومنخفضوا ولكن الحمد لله يما جينا هنا بنجي للدكاترة والبعثة الطبية كلها على أعلى بالسواة ما شخص الله عناية بس كنت أقام فيها زي تدخل فيها أطراب فكاد بتحرق نيع فنزلت وصرفوا لي العلاج وكله تمام الحمد لله كنت معاني بقى ألم في الرجبة شديد بيدوني بقى علاجات ومرهم وحاجات ضد التهبات وكده ومناس كوي صلى الله بترحة أجواء روحانية عالية تنتابع ضيوف الرحمن كافة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوافق مع خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة لتحقيق الطمأنينة والأمان لتلك الأجواء محمد حلمي التلفزيون المصري ومباشرة من المدينة المنورة يبقى معنا موفد التلفزيون المصري محمد حلمي محمد بعد التحية كيف هي أحوال البعثة المصرية في رحاب المدينة المنورة بالفعل تحياتي لك يوسف من مقر غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة وأكد لك ما هنا في العيادات التي تبلغ ستة عيادات طبية بالمدينة المنورة بأماكن تواجد الزوجاج المصريين هناك حالة السنفار قصوة من قبل الكوازر الطبية لتوفير هذه الأجواء بالعمل على تنظيم الخدمات العلاجية والدوائية بل والوقاية على مدار الشعر وأكد لك أن عدد الحالات التي ترددت على العيادات سواء من مكة المقارنة أو المدينة المنورة وصل ما يقرب من حوالي 30 ألف حالة تم ترددهم على العيادات الطبية لتنظيم الخدمات العلاجية لهم عدد المنومين في المستشفيات حتى الآن موجودين 56 حالة يتم تنظيم العلاج اللازم لهم من قبل السلطات السعودية والتوصيط مع الدعسات الطبية المصرية منهم 18 حالة موجودة بالعيادات المركزة من جلقات القلب المقصر بزاعة السكر ضربات شمس وغيرها ولكن الحمد لله الحالة مستطرة لا توجد أي أمراض وضعية بين الفرجاج المصريين الفريق الطب الوقائي بتجيب تفت الأماث المتغلية للتعجاج المصريين وتعمل على استقبال التعجاج أثناء وصلهم إلى المدينة المنورة من خلالات الوضعية من بساطة لتنظيم أرسال التبعوني والتوصيطية لو بكافية الوقاية من تنظيم أرسال حالة ضربات الشمس الوقاية من الأمراض مثلا أن هناك ارتفاع في نسبة الحالات نزلات البرد والأمراض التنفسية ولكن يبقى دور محواري لمنع هذه الأمراض وانتشارة بين الحجاج المصريين يفضل أن أؤكد لك أن الحمد لله من خلال هذه فهناك تتفجم على مدار التعجاج سواء في مستة المكرمة أو المدينة المنورة من قبل الجحسة للتعجاج المصرية نخص قبولا واستعتلم من قبل جيوفر رحماني من التعجاج المصريين وأن الأجواء الروحانية تعدى القاصم المشترك بينهم يفضل أن أؤكد لك أن الجسر الجوي التالي للشركة الوطنية سيران بتصير اليوم حوالي أربعة عشر رحلة جوية بسبب رحلات من جزة وخمس رحلات من المدينة المنورة وثنين من جزة لتبويج الحضبات من حضبات القرى وتضامن ووجات الشاحة والأطار وحضبات دولة مالية نعم من المدينة المنورة كان معنا محمد حلمي موفد التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك انطلقت بالقاهرة أعمال الاجتماع الدوري التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة عدل العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان ناقش الإجتماع عددا من الموضوعات ملحا وجاء في مقدمتها مناقشة خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033 بالإضافة إلى التحضير للمؤتمر السنوي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي بالتعاون مع مجلس النواب المصري واعتماد محاور التقرير السنوي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي يواصل مرصد متابعة جرائم وانتهاكات المحتل الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لعزل وآخرها الجريم النكراء المستمرة في مدينة جنين والتي تكشف الوجه القبيح لانتهاكات حقوق الإنسان في الممارسة الإجرامية التي تقوم بها سلطة الاحتلال ومخططاتها الاستيطانية محاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة وجرائمها متكررة ضد المدنيين ما هي إلا تجسيد حقيقي لخرق كافة القوانين والأعراف التعلق بحقوق الإنسان ونطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وعلى رأسها الحياة الحرة الكريمة في دولته الفلسطينية المستغلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لغرارات الشرعية الدولية مع هذا السلام العربية أقيمت مراسم شعبية حاشدة لعدد من جثامين الشهداء ممن قضوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين وأصفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم 5 أطفال وأكثر من 140 مصابا إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية رسميا انتهاء عمليتها في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية ويأتي الإعلان بعد يومين من عملية عسكرية هي الأكبر منذ سنوات في الضفة الغربية أصفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات فضلا عن إكبر الألاف من ساكن المخيم على مغادرته كما أعلنت قوات الاحتلال مقتل أحد جنودها خلال العملية وقبيل إعلان انتهاء عملية جنين شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على أهداف في قطع غزة دون وقوع إصابات بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تصعيد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد بيان للاتحاد الأوروبي أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين تضمنت أكبر غارات جوية على المدينة منذ عقود وأدان البيان هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مؤكدا أن هذه الأحداث تذكر بهشاشة الوضع على الأرض في ظل غياب احتمالات الحل السياسية وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الظروف داعيا إلى ضرورة تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من إعادة السيطرة الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما حثى الاتحاد الأوروبي إسرائيل على ضرورة احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية تجري القوات الروسية والسورية تدريبات جوية مشتركة في الأراضي السورية تستمر ستة أيام وتضمن تدريبات العسكرية العمل على الإجراءات المشتركة لسلاح الجو وقوات وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في صد الهجمات الجوية السادسة مستمرة وتتابعون فيها الأمم المتحدة تدعو موسكو وكييفا لمواصلة خفض أسعار الحبوب لتحقيق استقرار للأغذية والأسمدة في العالم قال الرئيس الأوكراني بلودمير زيناسكي لنظره الفرنسي إمانويل ماكرون قال إن روسيا تخطط الاستفزازات خطيرة على حد وصفه في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو وأضاف زيناسكي أنه نبه ماكرون خلال محادثة هاتفية إلا أن القوات الروسية تعد الاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا مشيرا إلى أنه اتفق على إبقاء الوضع تحت سيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانبها حذرت الرئاسة الروسية الكريملين من عمل تخريبي أوكراني محتمل في محطة زابوريجيا الطاقة النووية وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الوضع متوتر جدا مشيرا إلى أن خطر قيام سلطات كييفا بعمل تخريبي مرتفع للغاية وحذر من تداعيات كريثية جراء ما قال إنه عمل وشيق مشددا على أن موسكو بصدد اتخاذ إجراءات للتصدي للتهديد المحتمل أعلن الجيش الأوكراني تدمير تشكيل عسكري روسية في مكيفجا والتي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونتسك على خط المواجهة الأمامية وأوضح بيان للقوات المسلحة الأوكرانية أنه نتيجة للقوات النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع تم القضاء على تشكيل آخر من القوات الروسية بمنطقة مكيفجا من جانبه صرح مصدر روسي أن القوات الأوكرانية شنت هجمات شرسة على مناطق سكنية ومجمع مستشفيات في مكيفجا أصفر عن مقتل شخص وإصابة 41 آخرين من جهته أعلن الجيش الروسي التصدي لهجوم أوكراني قرب سوليدار بمنطقة دونسك وقال قائد وحدة المدفعية بالجيش الروسي أنه تم تدمير مدرعتين والقضاء على الجزء الأكبر من قوات كييف التي حاولت تنفيذ الهجوم وكانت وزارة الدفاع الروسي أعلنت أن الجيش صدع عشر هجمات للجيش الأوكراني على محور دونسك وتمكنت من القضاء على نحو 300 جندي أوكراني خلال الساعات الماضية أعلن حاكم كروسك وبلغرود في روسيا عن تعرض المنطقتين لنيران من أوكرانيا عبر الحدود دون ورود أنباء عن سقوط قتل أو مصابين هذا ولم يحدد المسؤولان الروسيان طبيعة الهجوم خير أنهما أكد أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم مشيرين إلى وقوع بعض الأضرار المادية بالمنطقتين موسيقى قالت روسيا أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تمديد اتفاقي تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود وأكد الكريملين أن القرار النهائي حول الاتفاق سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب مشددا على أن روسيا لا ترى سببا مقنعا لتمديد الاتفاق إلى ما بعد السابع عشر من يوليو الجاري بسبب تعرض صادرات روسية من الحبوب والأسمدة لعقبات من الغرب مضيفا أن الغرب لا يزال لديه الوقت لمعالجة تلك المشكلات في سياق متصل دعت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان موسكو وكييف لمواصلة خفض أسعار الحبوب لتحقيق استقرار للأغذية والأسمدة في العالم وأكدت جرينسبان أن الأمم المتحدة تعهدت ببدل كل جهد ممكن لتمديد الاتفاق قبل انتهائه في السابع عشر من يوليو الجاري وأشارت إلى أنها من المحتمل أن تزور روسيا للاكتماع بمسؤولين في موسكو قبل انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الخفض معدل تضخم في النمسا بواقع 1% ليصل إلى 8% في شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو وسجل تضخم أدنى مستوى له منذ مايو 2022 وفقا لأحدث أرقام رسمية صدرت عن مكتب الأحصاء الاتحادية وأرجع مكتب الأحصاء تراجع معدل التضخم في النمسا إلى هبوط أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل كبير مقارنة بشهر يونيو من العام السابق وتراجع أيضا أسعار الطاقة المنزلية والمواد الغدائية بشكل طفيف لكن ما زالت أسعار الطاقة تساهم بشكل كبير في معدل التضخم المرتفع وفقا للأحصاءات الرسمية انتقدت الأرجنتين والبرازيل موقف الاتحاد الأوروبي من المفاوضات مع تكاتل ميركوسور بشأن اتفاق تجاري بسبب مخاوف بيئية أوروبية ويضم تكاتل ميركوسور دول الأرجنتين والبرازيل وباراجوي والأوروكوي وتأسس عام 1991 ويمثل نحو 62% من سكان أمريكا الجنوبية و67% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة يبدو أن العلاقات الاقتصادية تتأزم بين الاتحاد الأوروبي وتكاتل ميركوسور الذي يضم الأرجنتين والبرازيل والبراجوي والأوروكوي في هذا الإطار انتقدت الأرجنتين والبرازيل أكبر اقتصادين في أمريكا الجنوبية موقف الاتحاد الأوروبي من المفاوضات مع تكاتل ميركوسور بشأن اتفاق تجاري معلق تأخر إبرامه طويلا بسبب مخاوف بيئية أوروبية وكانت دول ميركوسور قد توصلت عام 2019 إلى اتفاق مبدئي لاتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بعد مفاوضات صعبة استمرت عقدين من الزمان ومنذ ذلك الحين يقترح الاتحاد الأوروبي أن ترفق رسالة جانبية بالاتفاق تتضمن ضمانات بيئية إضافية مما أثار استياء زعماء الدول الأمريكية الجنوبية الذين يشكون أن الحماية التجارية تقف وراء هذه المماطلة في المقابل رد زعماء ميركوسور خلال قيمتهم التي استمرت يومين وعقدت في بويرتو إغوازو بالأرجنتين على الاختراح الأوروبي بأنه غير مقبول الشركاء الاستراتيجيون لا يتفاوضون على أساس عدم الثقة والتهديد بفرض عقوبات لسنا مهتمين بالاتفاقيات التي تفرض علينا أن نكون إلى الأبد مصدرين لمواد الخام والمنتجات المعدنية والنفط من جانبه أكد الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرناندز أن الاتحاد الأوروبي يقدم لتكاتل ميركوسور رؤية جزئية لتنمية المستدامة تركز بشكل مفرط على الجانب البيئي مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يفرض عليهم بأن يكونوا موردين للمواد الخام التي يصنعها الآخرون هما يبيعونها لهم مجددا بأسعار باهظة على الجانب الآخر أقر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخرا بأن المقترحات البيئية لم تلقى قبولا جيدا من قبل دول أمريكا الجنوبية مؤكدا أن أوروبا تنتظر ردا ملموسا في الوقت نفسه تعد البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لميركوسور حتى نهاية العام الحالي تعد اقتراحا مضادا لتقديمه إلى بروكسيل حين تستضيف قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاربي يومي السابع عشر والثامن عشر من يوليو الجاري ويمثل تكاتل ميركوسور الذي تأسس عام 1991 نحو 62% من سكان أمريكا الجنوبية و67% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة أعلنت الداخلية الفرنسية عودة الهدوء تدريجيا في فرنسا بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأونات الأخيرة إثر مقتل شاب برصاص شراطية غرب باريس أوضحت الداخلية الفرنسية توقيف 16 شخصا فقط في عموم البلاد بينهم سبعة في باريس وضوحيها مقارنة ب81 شخصا في اليوم السابق ومذ بداية عمل الشغب في 27 من يونيو الماضي تم توقيف 3625 شخصا من بينهم 1124 قاصرا كما تم إدرام النيران في أكثر من 6000 سيارة وإحراق وتخريب نحو 1100 مبنى دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضوابط أكثر تشددا فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة منددا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بموجة عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة قبل العيد وقال بايدن أنه في الأيام القليلة الماضية عانت الولايات المتحدة مجددا من موجة عمليات إطلاق نار في أنحاء البلاد مضيفا أنه ينبغي القيام بمزيد من الخطوات لتصدي لآفة عنف السلاح الذي يمزق المجتمع الأمريكي مع استمرار حوادث إطلاق النار الجماعية زادت دعوات الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد لإصلاح قوانين حيازة الأسلحة وتشديد إجراءات الحصول عليها واستجابة منه لتلك الدعوات حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا على وضع ضوابط أكثر تشددا على صعيد الأسلحة منددا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بموجة عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا يحتاج الكونغرس إلى تصعيد الإجراءات وإقرار قوانين سلامة السلاح لحماية أطفالنا ومعلمينا وبالمناسبة فإن تسليح المعلمين ليس هو الحل يجب حضر الأسلحة الهجومية وتوسيع عمليات التحقيق حول دوافع إطلاق النار سواصل دعوة النواب الجمهوريين في الكونغرس للجلوس إلى الطاولة لمناقشة إصلاحات منطقية وذات مغزى يدعمها الشعب الأمريكي وخلال اليومين الماضيين فقط قتل خمسة أشخاص في إطلاق نار في فيلادلفيا وأصيب أربعة آخرون بحسب الشرطة وأدى إطلاق نار آخر ليلا في فورت ويرث بولاية تيكسيس إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين كما أصيب خمسة أشخاص بولاية ميشيغين وأربعة في ولاية كارولين الشمالية ووقعت حادثة إطلاق نار أخرى في أكرون بولاية أوهايو أدت لإصابة أربعة أشخاص ومنذ بداية هذا العام سجلت 346 حادثة إطلاق نار جماعي على الأقل في الولايات المتحدة وفق منظمة أرشيف العنف المسلح كما قتل أكثر من أربعة وأربعين ألف شخص في عمليات إطلاق نار العام الماضي وقرابة أربعة وعشرين ألفا من هؤلاء قضوا انتحارا قال مبعوص الاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك خلال زيارة لبرشتين عاصمة كوسفو إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات السياسية والاقتصادية عن كوسفو ما لم تخفف الحكومة التوترة مع زويل أصول الصربية أضاف علي تشاك أن رغبة الاتحاد الأوروبي هي عدم وجود عقوبات مشيرا إلى أن الغرض من المناقشات مع كوسفو هو الوصول إلى المرحلة التي يتوقف فيها الصراع في شمال البلاد أكدت وزارة الدفاع الصينية أن بكين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لطيوان مشيرة إلى أنها قدمت اعتراضات شديدة إلى واشنطن وأضافت الوزارة الصينية أن الولايات المتحدة تجاهلت مخاوف بكين الأساسية وتدخلت بعنف في الشؤون الداخلية للصين وأججت التوتر عمدا في مضيق طيوان كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت الإسبوع الماضي عن أن وزارة الخارجية الأمريكية وفقت على البيع المحتمل لذخيرة ودعم اللوجستي لطيوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية ستجري تدريبات مشتركة لمدة أربعة أسابيع في صحراء في كاليفورنيا شهر المقبل حيث يسعى الحليفان إلى تعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة وذكر الجيش الكوري الجنوبي أنه سينضم حوالي 150 فردا بينهم أفراد من وحدة الهجوم الجوي السابعة تابعة لفيلق المناورة وفرقة مشاة ميكانيكية العاصمة إلى تدريبات المقرر إجراؤها في مركز التدريب الوطني الأمريكي في صحراء موهابي في كاليفورنيا في الفترة من الثاني إلى الحد وثلاثين من أغسطس المقبل أكدت حكومة كوريا الجنوبية أنها تحترم نتيجة مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلامة لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما المعطلة كانت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت أن المراجعة التي أجرتها لمدة عامين خلصت إلى أن خطة اليابان لتصريف المياه من المحطة إلى البحر تتوافق مع معايير السلامة الخاصة بها مشيرة إلى أن المياه المعالجة سيكون لها تأثير إشعاعي ضئيل على كل من البشر والبيئة كما أعلنت هيئة الرقابة النووية في اليابان عن اكتمال عملية التفتيش التي تقوم بها على النظم تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط وأعلنت تلهيات اليابانية عن عزمها إصدار شهادة موافقة على خطة تصريف هذه المياه يوم الجمعة المقبل وقد التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع المدير العام للوكالة الدولية رفيال جروسي أمس أسلاثاء في توكيو وحصل على التقرير الذي يلخص نتائج تقييم الشامل للسلامة والذي أعدته الوكالة الدولية في تايلند أعلن رئيس مجلس اللواب الجديد أن البرلمان التايلندي سيصوت لتعيين زعيم الحزب التقدمي بيتا لمجارون رات رئيسا للوزراء في 13 من يوليو المقبل وفاز حزب بيتا التقدمي إلى الأمام بمعظم المقاعد في انتخابات الرابع عشر من مايو الماضي لكن هذا لا يضمن إمكانية أن يقوم بتشكيل الحكومة أو قيادة البلاد وحتى يتولى رئاسة الوزراء يتعين على بيتا نيل الغالبية في المجلسين بما في ذلك مجلس الشيوخ الذي اختار المجلس العسكري الحاكم الأخير أعضاءه المئتين وخمسين ويسيطر اتلاف لمجا رون رات المكون من ثمانية أحزاب على ثلاثمائة واثنى عشر مقعدا بالمجموع في مجلس النواب لكنه يحتاج إلى أربعة وستين مقعدا من أحد المجلسين لنيل الأغلبية احتفلت اسكتلندا بتتويج الملك شارلز وزوجته كاميلا وسط مرسمة رسمية بتنظيم موكب كبير وعرض جوية وقيم خلال المراسم موكب شعبي بمشاركة نحو مئة شخصية تمثل المكونات المختلفة للمشهد الاسكتلندية كما تضمن الاحتفال تنظيم موكب ملكي يضم المئات من العاملين في الخدمة العامة على طول طريق رايل مايل في أدنبرا وكان الملك شارلز وزوجته كاميلا قد توجه في مايو الماضي في كنيسة وست منستر بلندن بحضور نحو مئة من زعماء العالم في أكبر حدث رسمي تشهد بريطانيا منذ سبعة عقود أعلنت السلطات الأمريكية إخلاء مجمعات سكنية جراء حرائق غابات دمرت أكثر من عشرة منازل في واشنطن وأوضحت السلطات الأمريكية أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد حديق غابات بالقرب من بلدة أندرود بولاية واشنطن ومن جانبهم قال مسؤول الإطفاء إن الظروف الحرة والرياح ساعدت على تأجيج انتشار الحريق وجه الرئيس الصيني تشي جانبينغ السلطات المحلية بأن تعمل على ضمان سلامة السكان وحماية ممتلكاتهم وفي إقليم سيشوان تأثر أكثر من 460 ألف شخص بنسب متفاوتة بالأمطار الغزيرة وأشرت السلطات إلى إجلاء نحو 85 ألف شخص من منازلهم بسبب الأمطار مع توقع حدوث فيضانات في مناطق جبلية وسيولن في بعض المناطق هذا الأسبوع يسعى خبراء المناخ للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى البعيد بما لا يتجاوز واحد ونصف درجة مئوية يأتي ذلك بعد أن أخفقت دول العالم في تحديد أهداف أكثر طموحا لمكافحة التغيرات المناخية مع ارتفاع درجات حرارة لمستويات قياسية على مدى شهور أصبح هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى البعيد بما لا يتجاوز واحد ونصف درجة مئوية بعيد المنال هذا ما صرح به خبراء المناخ مع أخفاق دول العالم في تحديد أهداف أكثر طموحا رغم ارتفاع درجات حرارة الأرض والبحر لمستويات قياسية على مدى شهور وذكرت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التي تطبع للتحاد الأوروبي أنه مع اجتماع مبعوثين في مدينة بون الألمانية أواء اليونيو الماضي للتحضير لمحادثات المناخ السنوية التي ستعقد في نوفمبر القادم ارتفع لعدة أيام متوسط درجات حرارة الهواء على سطح الأرض في العالم فوق واحد ونصف درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة ورغم تجاوز متوسط درجات الحرارة عتبت واحد ونصف درجة مئوية من قبل فإن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها في نصف الكرة الأرضية الشمالي خلال الصيف الذي بدأ في الأول من يونيو وفي الوقت الذي يستعد فيه مبعوث المناخ من أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري للاجتماع الشهر المقبل تخطت درجات الحرارة الأرقام قياسية المسجلة في شهر يونيو في العاصمة الصينية بيكين واكتحت موجات حر شديدة الولايات المتحدة وسجلت الهند وهي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ زيادة في عدد الوفيات بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة كما سجلت إسبانيا وإيران وفيتنام ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة واتفقت دول العالم في باريس عام 2015 على محاولة الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المدى البعيد في حدود واحد ونصف درجة مئوية لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية توقعت في مايو الماضي أن هناك احتمالا الآن بالنسبة تقدر بستة وستين بالمئة أن يتجاوز المتوسط السنوية عتبة واحد ونصف درجة مئوية لعام كاملا على الأقل من الآن وحتى عام 2027 الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال الجولة الاقتصادية وليلة عمر إليك ليلى شكرا يوسف ودينا وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه المشروف أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تزايد الاعتماد العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة وخلال التحليل الذي أصدره المركز بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها أكد مركز المعلومات أن 35% من المؤسسات العالمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي فضلا عن تأكيد 83% من الشركات في مختلف المجالات على أن إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها المستقبلية أصبح يمثل أولوية قصوة مشيرا إلى أن الأمر يثير المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للاعتماد المفرط على هذه التقنيات لا سيما التحديات الأخلاقية الخاصة بالحفاظ على خصوصية الأفراد وقيم الحرية والابتكار وعدم التمييز أكدت الحكومة أن قطعي الصناعة والتجارة حقق تطورا ملموسا خلال السنوات التسعة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 حيث أولت الدولة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلة التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومية وقاتلة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وأضافت الحكومة أن قطاع التصدير شهد طفرة حيث بلغ إجمالي الصدرات غير البترولية في عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار لترتفع مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار محققة نسبة زيادة بلغت 68 من 10% كما نجحت الدولة في تنفيذ برامج مساندة الصادرات بمختلف الأسواق الخارجية حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف عام 2014 وحتى نهاية يونيو من عام 2023 لأكثر من 2700 شركة ترجمة نانسي قنقر شارك رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية باليونان وجاءت مشاركة الفريق ربيع كمتحدث رئيسي في فعاليات الجزء الثاني من الجلسة الأولى للمؤتمر عن التعاون الثلاثي بين مصر وليبيا واليونان في جنوب شرق المتوسط وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أحرزت منذ انطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية تقدما ملموسا على صعيد محاورها الرئيسية كافة وتطرق رئيس الهيئة إلى محور تحقيق الاستدامة البيئية الذي سيقود قناة السويس للتحول إلى قناة خضراء في المستقبل حيث تم إطلاق عدة مبادرات صديقة للبيئة التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السفير عمر عامر السفير مصر باليونان على هامش مشاركة هيئة قناة السويس في المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والثانية شهد اللقاء بحث آلية تعزيز سبل التعاون مع الشركات والهيئات اليونانية العاملة في مجال النقل البحري ومناقشة سبل جذب الاستثمارات اليونانية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة في أسواق البيترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان عدة دول عن تخفيض صادرتها من الذهب الأسود في أغسطس المقبل لتمديد الخفض الطوعي للإنتاج مما بدد تأثير المخاوف من طباط إلى اقتصاد العالمي وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت القياسي بنسبة ثمانية وخمسين من المئة في المئة لتصل إلى ستة وسبعين دولار وتسعة وستين سنت وصعد أيضا خام غرب تكساس الوسطي الأمريكي بنسبة ثلاثة واحد من المئة في المئة إلى واحد وسبعين دولار وتسعة وثمانين سنت للبرنيل وارتفعت أسعار المزوت عالمية بنسبة أربعة وستة من عشر في المئة لتصل إلى دولارين وتسعة وأربعين سنت للتر هذا وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة ستة وتسعين من المئة في المئة لتسجل دولارين وثلاثة وسبعين سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت بيانات رسمية أن التضخم الشهري في تركيا صعد إلى ثلاثة واثنين وتسعين من المئة في المئة في يونيو وهو أعلى مستوى منذ يناير إسرى تراجع حاد في الليرة وهبط التضخم السنوي إلى ثمانية وثلاثين وواحد وعشرين من المئة في المئة في يونيو من تسعة وثلاثين وتسعة وخمسين من المئة في المئة في الشهر السابق لذلك ومن المتوقع أن تتزايد ضغوط الأسعار مرة أخرى خلال الصيف وفقدت الليرة نحو ثلاثين بالمئة من قيمتها هذا العام وأكثر من عشرين بالمئة في يونيو وحده ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى ليوسف عبدين ودين فكري إليكم من جزيد شكرا لك ليلى تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى نهاء بقى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ثلاثة وعشرين عاما بفوزه على نظره الغني بهدف دون رد وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد تنجب المملكة المغربية ليواجه نظره المغربي في نهاء البطولة وبتأهله إلى النهائي يكون المنتخب الأولمبي قد تأهل أيضا وبشكل مباشر إلى أولمبياد باريس عام ٢٠٤٤ بعد مباراة قوية مثيرة حسم المنتخب الوطني الأولمبي أولى بطاقة القارة الإفريقية المؤهلة إلى الأولمبياد باريس ٢٠٤ بعد التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما بالمغرب بالفوز على غينيا بهدف نظيف سجله اللعب محمد شحاتة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء وشهد أشوت الثاني شرسة هجومية من المنتخب الغيني قُبلت بباسلة دفاعية من المنتخب الوطني الذي سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الحادية والسبين عن طريق حسام عبد المجيد قبل إلغائه بدع التسلل لكن المنتخب الوطني حافظ على تقدمه حتى النهاية ليتأهل لنهاء بطولة إفريقيا تحت ٢٣ عاما والتي توجه بلقب النصة الأخيرة منها عام ٢٠٩ في مصر إيجابيات متعددة حصدها المنتخب الأولمبي من البطولة حتى الآن من بينها صلابته الدفاعية وحفاظه على نظافة شباكه للمباراة الرسمية أثى من على التوالي تحت قيادة مدربه ريجيرو ميكالي فيما تنتظر جماهير القرة المصرية من المنتخب الأولمبي تطور آدائه الهجومي من أجل الفوز بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي وبتأهله إلى باريس ٢٠٤٤ حسم أنتخب مصر تواجده في الأولمبيات للمرة الثالثة عشرة في تاريخه والثانية على التوالي وذلك لأول مرة منذ المشاركة في نسختين عام ١٩٦ و ١٩٤٦ انتهت أخبرنا وبقي تذكر بالعنوين مجلس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإقرار الأليات والضوابط لتحديد مدى الزبني لصرف تعويض المستمرين عن نازع الملكية بما لا يزيد على ثلاثة أشهر وزير الخارجية سامح شكري يؤكد لنظيراته الألمانية أهمية الحوار لحل الخلافات في السودان والأولوية القصوى التي تليها مصر لأمن وسلامة الشعب السوداني قوات الاحتلال الإسرائيلية تنسحب من مخيم جنين وتعلن انتهاء عملياتها بالمخيم والاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وصلنا إلى ختام نشرة السادسة شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة